علي من عمان يسأل فمن كان من أهل الإيمان دخل الجنة من الجن كما يدخل الجنة من الإنس ومن كان من أهل الكفران دخل النار كما يدخل النار من أهل من الإنس الذين أشركوا بالله عز وجل أو كفروا به سبحانه وتعالى وقد اختلف العلماء بالنسبة للجن والذين يدخلون الجنة هل يراهم البشر أم أنهم على صفتهم في الدنيا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ذكر العلماء أقوال في هذا من جملتها أنهم يبقون على حالتهم من حيث الاختفاء قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ولذلك قالوا الجن سموا جنا للاختفاء وهنا حرفان من حروف الإخفاء الجيم والنون القول الثاني قالوا بأن الله تعالى يعكس الأمر بالنسبة للجنة فيكون الإنس هم الذين يرون الجن هم الذين يرون الجن والجن لا يرون الإنس تنعكس المسألة في يوم القيامة في الجنة ذكر هذا جمع من أهل العلم ممن كتب في أحكام الجن بالنسبة لأحكامهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة قالوا يراهم البشر أي ممن دخل الجنة وهم لا يرون البشر وتنعكس القضية يوم القيامة عن الدنيا والله تعالى أعلم بالصواب ترجمة نانسي قنقر